السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومهم جدا الانتباه وانا بكتب العقد لانا ممكن كلمة او سطر او رقم يغير الاتفاقية جمدة جدا وممكن يخسر الشركة بسبب رقم انا فعلا حيي شفت مشكلة كبيرة حصلت وشركة شلت مبلغ كبير وتحصل مبلغ كبير بسبب رقم يعني كان كلام كله اثناء التفاهم اللي اديه 300 بس اللي كتب في العقد واللي اتمض عليه 100 طرفين اللي اديه 350 ففيه فرق جدا في الشغل فشركة انا مش هسلم غير 300 وش هسلم 350 فنتيجة لذلك تم مخصم جزء من الاتفاق فلازم الاتفاق يواضح ايه اطراف الاتفاق العقد ده بين مين ومين ايه الخدمات اللي هتقدم الوقت اللي هيقدم ايه هو الحاجة اللي هتسلم فيه اكتر من مرة العقد بتاع المشروع كله كان فيه كلمة بيم وما حدش خد باله من كلمة بيم فما حطوش في الميزانية فلما جوم الكلام معي يقول احنا مش حطينا حاجة في الميزانية للبيم فلازم واحد يخلي باله وهو بيكتب الاتفاق تمام التعريفات نفسها التسليمات هتبع عاملة ازاي العقد بيبقى اقوى في المشاكل او في الاتفاقيات من اي حاجة تانية اقوى من بيم وكتب شامبلين يعني لو فيه كلمتين ضد بعض لا احنا ناخد العقد اكتر من بيم وكتب شامبلين ايه هو الاستندر اللي هنشغل بيه العقدة ممكن ما يكونش فيه كل التفاصيل ديت ممكن يبقى فيه صفحتين بس يعني صفحتين ثلاثة المهم ان في العقدة مكتوب بدقة الفلوس اللي هتدفع ديه هنا بنتكلم بقى على الدقة بتاعت الشغل وسيفتي بتاعت الشغل العقدة هيبقى عاملة ازاي الخصم لو حد يتاخر في الشغل هيبقى فيه غرامات اقدي ايه كل ده لازم يكون مكتوب في العقد على اساس ما تحصلش مشاكل وما متحصل مشاكل نعرف نحلها ازاي مثلا انت لازم تسلم شغله فيه الليد مثلا فيه جي ساس في بعض الاشراطات بتبقى كده ساعتي يقولك انه مشترط عليك ان انت تجاب لي اربع نجوم او تجاب لي الليد الزهبي وزي ما بقولك ممكن العقدة يبقى صفحتين ثلاثة باش لازم كل كان دوت الـ project budget قد ايه الـ payment طبعا كل اطراف المشروع بتمدي على الاتفاقية ديت وتكتب ازا كان فيه مثلا فيه ورقة تانية فيه تفاصيل باش عايزين ندخل في قلب العقد ممكن تتكتب عم يكون هنا فيه ورقة تانية معمولة الميزانية total design budget اللي موجودة هتبقى قد ايه الـ schedule احنا هنبدأ في المشروع ده مثلا على نعم كذا مرحلة الـ design هيتبدأ من تاريخ كذا لتاريخ كذا ولو حد يتأخر فيه غرامة مثلا الـ concept هيتبدأ الـ schematic من كذا لكذا المرحلة بتاعت design development من كذا لكذا الـ faces بزاعتنا هتبقى ازاي والتسلمات هتبقى ازاي اللي انا متوقع من هنا مستلموا فكل الحاجات دي ببقى منتفقين عليها من الاول